السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم احباب القلب? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم. معكم احمد صالح. بلقاء جديد ضمن برنامج الباوربوينت وفي صناعة المحتوى. يلي بيسهم معنا بايصال معلوماتنا بالانطباع البصري السريع لرواتنا وجمهورنا وطلبتنا. رح نقدم سلسة اضافية ان شاء الله وطعال من هذه الشروحات بعنوان تصميم لغرافيك. من خلال ادوات الزل والاضاءة. وادوات الدمج اللي بيقدم لي هالبرنامج. وباشكال جدا بسيطة ممكن نطلع مخرجات غاية في الروعة. اتهم معنا في انتاج وابتكار مشاريع عمل جائعة جدا جدا. بهذا اللقاء رح نقدم تصميم جميل جدا وادواته جدا بسيطة. ايضا تستند او بترتكز على مبادئ الظل والاضاءة. والايحاءات اللونية اللي بتطلع لي اشكال لثري ديم. اصدقائي بك الفيديو ارسل لكم رابط خاص بصندوق الوصف عن هذا العمل. يعني عملي بيقدم لك العمل الشرح كامل مع ملف العمل. ورجعي فقط لغير من حضرتك انك تشارك هذه الفيديوهات اللي انت عم تستفد منها فقط شاركها. فبيكون انت اديت الامانة اللي انا حملتك اياها من خلال مشاركتك لهذا الفيديو. على الوات اوب على مجموعات على الفيسبوك لاصدقائك. اي حد بتقدر توصله هايدي المعلومات. فتجزع عني كل خير ان شاء الله. فقبل ما ابدأ بلقاء اليوم اطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات. وايضا تعمل الاشتراك اذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك. وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. وهيلا نبدأ مباشرة بلقاءنا لهذا اليوم. اهلا بكم احبابي مرة تانية. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت راح اجي الى الشريحة انقر باليمين ومن تخطيط راح نختار شريحة ثارغة. راح ننقر باليمين نتوجه الى تنسيق الخلفين ومن تعبئة خالصة راح اختار احد الالوان لحتى يكون معنا لون للخلفية. راح نتوجه اصدقائي الى ادراج. ومن اشكال راح نختار الشكل الدائري. راح اضغط من الكيبورد وانقر مع السحب لحتى ارسم دائرة. من المحاذة بخليها الى الوسط والى المنتصف. راح نتوجه الى ادراج مرة تانية ومن اشكال راح ناخد المستطيلة للزوايا مستديرة. راح انقر اسحب لحتى ارسم بمساحة معينة هذا الشكل. راح يكون معنا بهذا الموضع. اختار النسخة تانية بالضغط المفتاحة كنترول زائد دي. وبنخلي معنا يكون بالمنتصف بهذا الشكل بالضبط. بختار كنترول زائد دي. باطبق الشكلين. اضغط وبنقر مع السحب الاسفل. تمام? لحتى اضمن انه كل المساحات طارت على قدر بعض بالشكل التالي. اضغط مفتاح الكونترول وبحدد تلات اشكال هدول. بعمل الجروب كنترول زائد جي. وكونترول زائد دي. بعمل له انتكرار. ومن تنسيق راح نعمل انعكاس افقي. بالضبط. تمام. طيب راح اضغط مفتاح الشفت وبحرك. لحتى يكونوا معي بهذا المقابل بالضبط. بعد ما اضبط الاشكلين مع بعض البعض. يعني بحدد هذا الجروب وهذا الجروب. وبعمل كل جروب واحد. وبتأكد من المحازات الى المنتصف والى الوسط لحتى يكونوا معي منطبقين فعلا على يعني كما بيقولوا رسمتنا. هلا راح نفك التجميع ما ضل عند اي احتياج للتجميع بعد ما قمت بضبط الاشكال بمواضعة. بفك التجميع عن كل المجموعات او عن كل جروبات اللي انا شكلتها. راح نختار زائد اي. يعني تحديد الكل. تمام? ومن قائمة تنسيق بتوجه الى دمج الاشكال ورح نختار تجزئة. شو راح نختار? تلسية. الدائرة هاي دي الدائرة تمام? الجزء اللي كبير منه ما ضلت انا محتاجه ورح اضع حدد عليه. واضغط مفتاح الدلت لحتى يضل معي فقط الرسم على هذا النحو تماما. خلني ارجع الى ادراج واختار الان اي اشكال. يعني اي اشكال فقط احنا مشان موضوع التزيينات اللي نحصل عليها. اي شكل. ورح اخد منه نسخة تانية. وبختار الاتنين يكونوا عندي بلا اطار. هدول الشكلين راح اطبق عليهم تأثيرات اللونية. يلي راح انا اخذها وانسخها على كل الاشكال البقية. خلني اجي الى الشكل الاول. وبنختار من التعبية يكون عندي بلون الخلفية نفسها. بلون الخلفية نفسها. ومن تأثيرات راح نختار ظل. راح نختار ظل يكون معي الى الاعلى واليسار اعلى. واليسار. تمام? لون الظل راح اختار من الوان اضافية. اختار وليكن عندي مسلا وليكن عندي هذا اللون لحتى يطلع علي لون الاضاءة بهذا الشكل بالضبط. الشافية راح ننزلها يعني الى نسبة عشرين بالمية. تمام? الضبابية من وسعها الى تمانية بالمية. الان بعد ما حصلنا على هيدا الاضاءة متل ما انا شايفين بالضبط راح اخد نسخة تنسيق واطبقها على الشكل التاني. لكن راح نرجع الى الظل ونغير الاعداد الظل ونخليها الى الاسفل. الى الاسفل. تمام متل ما انا شايفين? وناخد اللون من نفس العائلة اللونية لكن اغمق. نفس العائلة اللونية لكن باللون الاغمق شوي. بنفس الوضع الشافية راح ننزلها الى عشرين بالمية. تمام? الضبابية راح نزيدها. الى تمانية بالمية. لحد يكون معنا الظل الان بهذا الشكل. الان دول الشكلين وطبقناهم فوق بعض والبعض. راح احصل على ايحاء الاضاءة من هذا المكان. تمام? وعندي الظل بالمكان المقابل بالضبط. طيب راح نزغل شريحتنا. تمام? ونبدأ على بركة الله. الان نفس الفكرة احباي راح نطبقها على كل الاشكال اللي معنا برسمتنا اليوم. فلهيك راح نرجع الى الشكل الاول. ومن تأثيرات الاشكال راح ناخد نمط الظل اللي يكون عندي اياه بهذا المكان للاعلم. يكون عندي اياه للاعلم. ورح ناخد لون نفسه اللي احنا كنا مختارينه. طبقنا عليه الظل. تمام? طيب ورح نزيد المسافة. ورح نزيد ضبابية. يكون معنا بهذا الشكل بالضبط. موضوع شافية. راح نقصها شوي لحتى يعطيني اللون اكتر غماقة ووضوح للون. بعد ما طبقنا الظل بخياراتهم. راح ناخد تعبئة لونية بنفس لون الخلفية بالضبط. لحتى نحصل انا على هذا الشكل بالضبط. بختار من النسخة تانية. نسخة تانية. متل ما انا شايفين بالضبط. تمام? وعندي شكل تاني الظل راح ننسخ التنسيق لالو. ونطبق الشكلين فوق بعضهم البعض. في عندي امكان ليحدد الشكلين مع بعضهم البعض. ومن قائمة التنسيق راح نختار محاذاة الى الوسط. ومحاذاة الى المنتصف. لحتى نطبق الشكلين. وعندي هذه الحوافة النافرة. اللي عبر عنها الظل. وهذه الحدية فيها. وعندي هادي الاضاءة حول الشكل. بنفس المبدأ راح نطبق عندي على شكل التاني. والشكل التالت والرابع. حتى نخلص كل اشكالنا. بنفس المبدأ تماما. يعني انا راح اختار نسخة تنسيقهم. تمام? لحتى احصل على هادي الاضاءة. تمام? وبعمل منك كنترول زائد دي نسخة تانية. وبرجع بختار نسخة التنسيق على الطبقة التانية. واطبق الشكلين فوق بعضهم البعض بالضبط. وقلت انه انا استعين بالمحاذاة السريعة من تنسيق. عندي المحاذاة الى الوسط. والى المنتصف. لحتى اضبط الاشكال بعض البعض. نفس المبدأ. خبرني ارجع الى شكل الاول فيه اضاءة. نسخة التنسيق الى هذا الشكل. تمام? وخلني اكرروا على كل الاشكال حتى ما انضلنا عيده وقت المرم. تمام? طيب. وبنرجع عندي هون كمان كنترول زائد دي. وهون ايضا كنترول زائد دي. وهون كنترول زائد دي. وهون كنترول زائد دي. بنرجع على الشكل يلي بيحتوي الظل. بعمل على نسخة التنسيق وبنقر مرة مرة على كل الاشكال اللي بالطبقة العلوية. وبعطي سكيم. هلأ ايضا كل ما هو بقي عليه انو انا اعمل عملية اه ضبط للمحاذات او طبق الاشكال فوق بعض البعض. فبركب الشكلين فوق بعضهم هون. تمام? وبرجع بحددهم بالنقر والسحب بهذا الشكل. تمام? وبس فقط انو انا ارجع بالمحاذات السريعة. اعمل عملية تأكيد على المحاذات بالضبط الى المنتصف والى الوسط. نفس الشيء. انا راح حدد هون هدول الشكلين. كمان نفس المبدأ محاذا الى الوسط والى المنتصف. هدول الشكلين راح نطبقهم. وبنكر مع السحب. لحتى اضبط المحاذا باكتر دقة. وعندي هدول الشكلين ايضا. كما بنكر مع السحب ومحاذا الى الوسط. ومحاذا الى المنتصف. وعندي هدول الشكلين راح نطبقهم ايضا. وبختار كمان محاذا الى الوسط ومحاذا الى المنتصف. كمان عندي هدول الشكلين الاخيرين. راح نطبطهم. وبنكر مع السحب. وبختار محاذا الى الوسط ومحاذا الى المنتصف. بعد ما اطبطت كل الاشكال ورسمتها من خلال حواف النفر والاضاءة ولا معانا ان ظهروا عندي. بقي عندي هيدي الاشكال بصغيرة. خلني انا اختار اول شكل على سبيل المسال. ونجي الى التعبئة وبختار التعبئة بالنفس لون الخلفية بالضبط. من نفس لون الخلفية. خط الرسم بحتاج يكون بلا خط رسم. ورح نجي الى الظل وبنختار ظل داخلي. يكون معنا بهاي الزاوية. بالزاوية المقابلة. يكون معنا بهاي الزاوية. تمام? طيب. الشافية راح نزلها الى عشرين بالمية. تمام? الضوابية راح نزيدها. شوي. والمسافة ايضا راح نزيدها شوي. لحتى احصل على هذا التجويف بالضبط. لحتى احصل على هذا التجويف بالضبط. تمام بهذا الشكل. موضوع الزاوية. فينا نتحكم فيها بالطريقة اللي بتناسبنا. انا ما راح وقف عنده كتير. اعمل وانكر مرة مرة على كل شكل من هدول الاشكال بالضبط. الان فقط يعني نحن متل ما شفنا موضوع الظل ومكان الظل كيف حصلنا عليه. هدول الشكلين. الان راح اتركهنا على طرف شوي. وخلي اجيب دائرة من قابل الدراج. نختار شكل البيضاوي. اضغط مفتاح الشفت. وانكر مع السحب لحتى نرسم معنا الدائرة. بالمنتصف بهذا المكان بالضبط. راح نختار كنترول مع الدي. وارسم دائرة تانية. راح اترك دائرتين متقاطعات معاي بهذا الشكل. واللي يكون معي بهذا الشكل. احدث الدائرة الاولى. اضغط مع الدائرة التانية. تمام ونختار التجزئة. تماما. راح اجي الى ما تبقى من الدائرة التانية واعطي مفتاح. انا بكون دائرتي فعليا جزاة الى. الى جزئين. راح اختار من شكل كبير كنترول مع جزء التاني. الان هذا الشكل الاول بختار منه او اليضاءة نسخة التنسيق الى الدائرة الاولى. تمام? لحتى حصلت على حواف الاضاءة متل ما انا شايفين. والشكل التاني كمان بختار نسخ التنسيق على هذا الشكل. وراح اطبق الاتنين فوق بعضهم البعض بالضبط. نفس المبدأ موضوع الظل الداخلي. راح اجي واشتغله على ما تبقى كجزء من الدائرة. راح نزيد بالضبابية شوي. تمام? لحتى تظهر معي اللون للدائرة للشكل بالضبط. طيب. الان فين احدد الشكلين مع بعضهم البعض. بهذا الشكل راح الغي هذا الشكل من التحديد. تمام? ونعمل محاذاة الى الوسط. وبطبق المحاذاة الى المنتصف. لحتى يكونوا معي الان بهذه الجمالية. هدول الاشكال ما ظل عندي اي احتياج لهم بقوم بحزف مباشرة. رسمتنا متل ما انا شايفين احباب القلب هي معتمدة على الاطار اللوني اللي هون هو موضوع الاضاءة. وهذا الظل اللي انعكس اعطاني الايحاء بان المفتاح نفر او بارز. وعندي هذه التجويفات تعطي اكتر جمالية للمجسم العمالي بنشتغله او الرسمي العمالي بنشتغله بالعموم. طيب. راح نبدأ بادراج بعض الايقونات والترقيب. خلنا نبدأ بالترقيب مباشرة. طيب نروح الى ادراج. ومن اشكال الورد ارت راح اختار اي شكل. وراح اكتب رقم. وليكن عندي ابدأ بالرقم صفر واحد. تمام. راح نختار اللون حاليا هو اللون الابيض. تمام. ونختار نوع للخط. وليكن معاي صغير حجم الخط شوي. تمام. طيب. من تنسيق. ومن التعبئة. ومن تدرجات يعني تدرجات اضافية. تعبئة متدرجة. راح نيجي عليها. تمام. وبجي بختار الان هذا اللون مسلا اللون الفضي. تمام. وعندي هون اللون الابيض. تمام. ومن الاتجاه راح ناخد الاتجاه المائل. متل ما شفيه بالضبط. راح اروح الى التأثيرات الخاصة بالتكست او بالنص وبنختار الظل واللي يكون عندي اياه ظل الى هذا المكان. خلنا نكبر شوي مش هنشوف رسمتها بالضبط كيف صارت معنا. وانا محتاجي يكون هذا المفتاح نفر. فلا هيك او هذا الرقم عاطيني ايحاء النفر. وباللون الفضي او الفضة. خلنا نزغر شافيا مشان يكون الظل واضح. تمام? الى عشرين بالمية. تمام? وعندي المسافة فينا يتحكم في ها شوي. هيدي المسافة. ورح نزيد الضبابية يعني نزيدها فقط شوي. وهيدي المسافة لحطى الظل صار معنا واضح الان بهذا الشكل. الان احنا برسمتنا لما راح نشوف يعني الرقم هذا اصبح نافر عندي وبدرج باللون الفضي. طيب بختار بانه كنترول زائد دي بمعنى احاءات المعدني فينا نقول يعني صفر اتنين نختار رقم اتنين وعندي كنترول زائد دي هون راح يكون معي الرقم تلاتة وكنترول زائد دي هون راح يكون معي الرقم اربعا. مع الدي. هون رح يكون معي الرقم خمسة. مع الدي. هون رح يكون معي الرقم ستة. جمال الارقام بالاشكال المجوفة ولما اعطيتها الظل واي حاءات اللونية باللون الفضي. اعطاني هاي اللمعة المعدنية اللي احنا بنسميها بالعموم. فازادت معي هذه الجمالية. خلنا نتوجه الى ادراج وناخد بعض الايقونات. راح نتوجه الى قسم تحليلات. ونختار اتنين تلاتة اربعة منت خمسة. وليكن معي هاي دي ستة ايقونات. انقر مفتاح الادراج. خلني اعطي لون السريع هو اللون الابيض لالون مباشرة. طيب. نفس المبدأ بضغط على تحويل الى شكل حتى يكون عندي مرونة بالتعبئة المتدرجة. وبنختار التعبئة المتدرجة. بحيس يكون عندي نفس المعدنية للارقام بالضبط. راح نرجع ونحدد كل هاي الايقونات. وبنقر مع السحب وانا اضعت المفتاح الشيف طبعا. لحتى ازغي الايقونات بما يتناسب مع المربعات الان راسمها. بامكاني ارجع احدد عليهم كلياتهم. ومن تأثير بنختار ظل لالون. وليكن عندي اياه ظل للاسفل. خلني اوسع شوي. مشان يكون عندي اياه ظل واضح ايضا. راح نزغر نسبة الشافية الى ايضا الى عشرين. تمام? وعندي ضعبية راح نزيدها فقط بعض الشيء. تمام? حتى يكون عندي الايقونات بارزة. متل ما انا شايفين بالضبط. وقريبة الى الارقام. راح ارتب فقط الايقونات بمواضعة. وليكن عندي الايقونة الاولى هون. فقط لغير. ارتب الايقونات بمواضعة. تمام? بهذا الشكل. بالضبط. ازا كان في عندك اي لوجو وعندك اي اي ايقونة بتحب تضيفها كعلامة موجودة عندكها بالا المنتصف. بتضيف الايقونة الرئيسية او بتضيف اللوجو الخاص لمؤسستك او لمنظمتك او لوجو الخاص فيك. فخلني اضيف اللوجو الخاص بعالمكم بهذا المكان. بعد ما كنت بادراج اللوجو راح نسحبه على هاد المكان. ومن اللون راح نختار اي لون يعني يعطيني هاي دي الجمالية. خلني حتى يكون واضح معنا. بهذا الشكل بالضبط. وخلني ابدأ باختيار نمط للظل. راح نزغر كمان الى. عشرين بالمية. الضوابية. راح نزيدها فقط شوي والمسافة. راح نزيدها كمان شوي. بحيس اه يعطيني الان هذا العمق وهذا البعد ان هو بيساطع الاشكال كلياتها. تمام? على الشكلين الخارجي والداخلي. صف عندي الان موضوع ادراج النصوص. فمترجع الى ادراج. مربع نص. ومكتب عنوان للفقرة. بعد بدرجنا فقرة وعنوانة. وزينا بهذا الشكل راح نسحب على هذا المكان. بالضبط. وبعمل منها كنترول زائد دي. لحتى اسحبها الى مربع التاني. وكونترول زائد دي. ومنجي مسحبها الى مربع التالت او الخيار رقم التلاتة عفوا. تمام? وبكرر على كل الاشكال. تمام? بالضبط. يعني متل ما سبق بقية برامجنا وبقية الفيديوهات. كيف ممكن احنا نضيف النص مع مع العنوان. تمام? ونعمل انجروب بس فقط لغير. وعمالة بكرر هايدي النسخة. وبوضعها بمكانة الصحيح. بعد ما انتهينا الصفة عندي العنوان الرئيسي للسلايد. ونرجع الى ادراج. ومن وورد ارت بختار شكل وورد ارت. ونكتب العنوان الخاص بشريحتنا. وبنسبة لموضوع اختيار اللون نختار تعبئة النص. نتدرج. مزيد من التدرجات. نختار التعبئة متدرجة. تمام? اللي هي لونين الفضي والابيض اللي كن احنا شاعلينهم. وفقط راح نغير اه نوع الخط. كوالا يكون معاي بهذا اللون. بالضبط. ويكون معاي في المنتصف. موضوع الظل نفس المبدأ راح اختار ظل الاسفل. تمام? اه شافية راح تكون معنا بنسبة عشرين في المية لحتى الظل يوضح معانا بشكل جميل. ومنزيد الضابية شوي. ووسع المسافة درجة لحتى الظل يضح معانا بهذا المكان. هلا نحن لو كبرنا راح نشوف الظل كيف وضح معانا. تمام بهذا الشكل. الضابية فينا قليلة مشان يكون اكتر حدة لالظل. تمام? والمسافة ايضا. تمام بهذا الشكل بالضبط. طيب. الان احنا لو زغلنا شريحتنا. تمام? راح تكون معنا الشريحة وجمالية الشريحة وجمال التصميم معانا بهذا الشكل بالضبط. كيف ممكن احنا نرسم اه هاي دي الرسمات الجميلة في يبادئ الظل والاضاءة تعطيني التجويفات تعطيني ايحاء النفر. تعطيني ايحاءات المعدن من مشكلة العنوان والارقام والايقونات. يعني اه برنامج من ابتع البرامج بصراحة يلي بقدم لي يعني كل الامكانيات فقط ان تستند على مخيلتك فقط لغير واطلق العنان لمواهبك بانك تركب وتطلع اشكال وانماط جديدة. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء قدرت اني اوصل لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللايق فيكم دائما. فلا تنسوني التكرما من دعمكم وتفاعلكم. وايضا امانتي عندكم وشركت هذه الفيديوهات على اكبر قدر ممكن من اصدقائكم وزملائكم بيا العمل. واحباكم اتهموا معي باصال هذه المعلومات. تجزو عني كل خير ان شاء الله. والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله والبركاتة.